بداية استأنف المنتخب الوطني التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام قطر غادة الأربعاء ومنحه التقم الفني بقيادة مجيد بوغرة يوم راحة للعبين قبل أن يعودوا ويخوذوا أولى حسة تدريبية منذ آخر فوز أمام المغرب الحسة جرت وسط معنويات وأجواء رائعة وعرفت تواجدات ثلاثي بغداد برجاح يوسف بالليلي وكذا جمال بالعمري حيث تدربات ثلاثي بصفة عادية وهو ما يؤكد اكتمال الصفوف وجهزيته الكتيبة الجزائرية لموقعة نصف نهاي كأس العرب هذا الأربعاء